السلام عليكم مدافع برشلونة يحطم رقم الراموس مع منتخب اسبانيا حطم باوكا وبارسي مدافع برشلونة ومنتخب اسبانيا رقم المدافع سيورجي راموس لعب اشبيلية بعدما اصبح اصقر مدافع يشارك في تاريخ المنتخب الاسباني وشارك باوكا وبارسي بالدقيقة 83 في مباراة اسبانيا الودية امام كولومبيا ليصبح اصقر مدافع يشارك في تاريخ منتخب اسبانيا في عمر 17 عاما وشهرين وخطر منتخب اسبانيا وديا 01 امام كولومبيا ويلقي البرازيل الثلاثاء المقبل وحطم كواب ارسي رقم سيورجي راموس الذي شارك للمارات الاولى مع منتخب اسبانيا في عمر 18 عاما 11 شهرا واربعة ايام كما حطم رقم رقم زميله في برشلون جافي واصبح ثاني اصغر لاعب يشارك في تاريخ المنتخب الاسباني بعد لامانيا ما اللاعب برشلون ايضا وشارك راموس في 180 مباراة مع منتخب اسبانيا سجل فيها 23 هدفا وتوج معه بلقب كأس امم اوروبا وكأس العالم ويستعد المنتخب الاسباني لمواجهة كارواتيا وايطاليا والبانيا في 2024 يورو في المانيا الصيف المقبل وارتفعت القيمة التسويقية للمدافع لاسباني الشاب بباوكا وباراسي بعد المستوى المميز للغاية الذي قدمه مع برشلون خلال الفترة الاخيرة تحت قيادة المدرب التشافي هيرن انديز وذكرت صحيفة موند دي بورتيفو ان كاوابياراسي البالغة من العمر 17 عاما شارك في 13 مباراة رسميات مع الفريق الاول لبرشلون منذ ظهوره الاول مرة في يناير 2024 وعشرين ضد اوينيونستاس دايسة الى امانكا ووفقا الموقع تيران سيفير ما ركت فان قيمة كاوابياراسي ارتفعت اعلى بحوالي 20 مرة مما كانت عليه في تقييمه السابق فحتى ديسمبر من العام الماضي كان تقييم المدافع 1.5 مليون يورو ثم وصلت قيمة اللاعب الى 25 مليون يورو وتعد هذه القفزة مفيرة للاعجاب وها هنا قد وصلنا الى نهاية الفيديو ارجو ان يكون قد نال اعجابكم اشتركوا في القناة